مرحبا أصدقائي وإياكم حارثي المهندس رجعكم وإياكم بعرض لا يفوت فيلا بسعر شقة العرض اللي عندنا اليوم هو بتخفيض بحدود 30 ألف دولار معروض للبيع العاجل الفلا مالتنا مثل ما نشوف منظر بحري متكامل يمتد حتى قلعة مدينة ألانيا الفلا في منطقة كركي جاك على بعد فقط 800 إلى 900 متر من البحر على بعد 15 كم من سنتر مدينة ألانيا الفلا مالتنا هي عبارة عن ثلاث طوابق ورفتين ومصالون مع حمامين والتيراس هذا الجميل مع حديقة ومساحة تقدرون تسوون فيها أيضا مثلا قاعدة خارجية حديقة شتوية الفلا اللي عندنا اليوم هي في مجمع فيه فيلا لكن ما فيها آئدات فيه مسبح خاص بالمجمع مؤثثة تحتاج لها ترميم لكن سعرها بسعر شقة غرفة نوم وصالون في منطقة كركي جاك هذه الفلا معروضة للبيع العاجل بسعر 112 ألف يورو السعر السابق إليها هو 139 ألف يورو يعني هذه الصراحة فرصة متتفوت لكل شخص يبحث عن بيت صغير وليس شقة في منطقة صالحة للاستثمار لأنه هذا المجمع ممكن بالمستقبل تجي شركة تأخذه تسوي بنايات وتسوي شقق وتعطيكم شقق رح مفوت نشوف تفاصيل هذه البلة أنصح كل واحد يحب يستثمر خصوصا في منطقة كركي جاك أنه ينتبه على هذا العرض خلي مفوت نشوف التفاصيل وبقوا إيانا في هذا الفيديو اشتركوا في القناة وهذه أمامنا الفيديو مثل ما نشوف هذا شكل الفيديو من الخارجي هنانا عاملين مرمر أو سيراميك الشكل الخارجي للفيلة طبعا هذا الدرج مالتنا هذا الدرج إذا نشوف يأخذنا للفيلة تقدرون مننا تسدون للدرج تصعدون من هذه الجهة هذه المساحة كلها ترجع للفيلة مثل ما نشوف أمامنا شوفوا المنظر مننا بعدنا نحن طبعا مصاعدين هذا المنظر أمامنا في منطقة كركي جاك البحر على بعد تقريبا 1 كيلومتر سنتر مدينة ألانيا على بعد 16 كيلومتر حتى القلعة تبين دعونا ندخل للفيلة طبعا هذه المساحة هي مساحة للجلوس مثل ما نشوفه هنانا بالخلف أكو مغزن وبالأعلى أكو درجة يأخذنا للسطح وهذا شكل الفيلة هنانا عدنا أيضا مثل المساحة الخارجية للجلوس هذه أمامنا وكذلك في نفس الوقت يعني تقدرون هنا مثلا تزرعوها وأيضا يوجد حديقة هذه هي الحديقة اللي تشوفوها هذه أيضا عائدة الفيلة ممكن أنتم يعني تسوون الشيء اللي يعجبكم هنانا هاي الشارع مالتكم تقدرون توقفون السيارة هناك وهذه الفيلة الثانية هي فيلة متصلة مثل ما نشوف أمامنا عدنا غرفتين نوم وصالون عدنا غرفة عدنا صالون ومطبخ هنا عدنا بالعلى غرفتين نوم وحمام وبالطابق الثالث عدنا السطح مننا عدنا أيضا مخرج ويعني المنظر جدا رائع مثل ما نشوف أمامنا خلونا نصعد نشوف الفيلة طبعا هذا هو المدخل مالتها هذا اللي نشوف أمامنا هنا نشوفها مثل غرفة جلوس شتوية يعني هي بالأصل هذه تكون مفتوحة لكن هما ساديها بالجام هذا أمامنا المنظر عدنا من هنا أيضا مخرج ومن هذه الجهة أيضا عدنا مخرج والمنظر رائع يعني تخيلوا أنتوا هنا تقعدون على هذا المنظر اللطيف منظر جدا لطيف الفيلة طبعا نراد لها تجديد لأن الفيلة قديمة على الستايل القديم مالتها هذا هو الصالون مثل ما نشوف أمامنا هاي مساحته وهنانا المطبخ هنا عدنا مغزن للأغراض وهناك عدنا حمام وأكيد مكان للغسالة مع الملابس أو مثل ما نقول ستورج طبعا اللي تقدرون تسووه أكيد بعد التجديد تقدرون تلغون هذا المغزن تلغون هذا الحائط بالتالي غرفة الجلوس ساعدكم تصير أكبر وأيضا اللي تقدرون تلغون هذه الشبابيك وتلغونها شبابيك كبيرة أو نوافذ كبيرة لأنه أصلا من الشبابيك فيها منظر بحر إذا نشوف لكن يكون مواضح لأنه الكون صغيرة مثل ما نشوف أمامنا المساحة من الصالون صغيرة وليست كبيرة لكن مساحة جيدة لعائلة صغيرة هنا مطبخ هذا مطبخ شقة مؤثثة بيكم كافة الأجهزة الكهربائية أثلاج غسالة صحون فريز وكذلك غسالة الملابس هذه هنا حلو بيها أنه حاطين تدفئة مرمر والتي تكون نوعا ما يعني اقتصادية أكثر هاي موجودة هنا موجودة أيضا خلف هذه الباب يعني في أماكن عديدة في البيت هذا هو المغزن أمامنا المغزن للأغراض مثل ما نشوف والتي ممكن تلغو وتخلو تابع للصالون هنا الغسالة وهنا نوعا الحمام توالية شوور مغزلة يعني صغير لكن جيد خلونا نصعد للطابق الثاني وأحلى شي فيه أنه المنظر يكون جدا جميل من الطابق الثاني وعيضا توجد غرفتين ومصالون وكذلك يوجد حمام هذا هنا على اليمين عدنا الحمام الرئيسي لهذا الطابق مثل ما نشوف أمامنا شوور توالية مغزلة وأيضا هنا لدينا غرفة النوم الرئيسية واللي مثل ما ذكرنا تقدرون هاي الشبابيك تلغوها تصير نافذة واحدة وتصير كبيرة بالتالي منظر البحر يصير مفتوعة مالكم هنا لدينا هذه غرفة نوم أولى الغرفة الكبيرة نوعا ما وفيها مخرج على البالكون هذا البالكون أمامنا يعني تخيلوا القعدة مالتكم على هذه الطاولة مع هذا المنظر أطلالة جميلة جميلة جدا على مدينة ألاني على القلعة يعني تشوفون مزيج بين البحر بين الجبال بين الأخضاء يعني الأجار الخضر الخضار كل جميل ومفتوح نانا ما يصير بناء أمامكم بالتالي هذا المنظر ما يغلق أبد هاي ممكن تفتحوها هم ساديها حتى بش تقعدون ويعني شي لطيف جدا خلونا نصعد للطابق الثالث بس نشوف هذه الغرفة بالبداية هذه الغرفة الثانية ومن نشوف ها أمامنا ومن هذا الدرج إذا نفتح نصعد للطابق الثالث اللي هو فيه السطح وأيضا فيه المنظر اللي يكون جدا ممتاز تلما راح نشوف هذا هو المنظر يعني ممكن هنا تساوون مكان للجلوس تحطون طاولات مثلا وتشوف منظر مفتوح على كل مدينة ألانية يعني شي جدا لطيف هذه المساحة ما لها تكون لحد هذا لحد هنا نأكو خزانات مع المياه تشتغل بطاقة الشمسية وشوف المنظر أمامنا جدا رائع هذا المنظر على الجبال على البحر يعني شي لطيف فهذه اللي شفناها أمامنا شبه فيلا أو توأن فيلا تكون مساحة أرض بحدود 180 متر مساحة بناء بحدود 100 إلى 120 متر ومنظر لطيف غرفتين ومصالون في منطقة كرقجاك فإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو شوف كم بالفيديوهات الجاية سلام اشتركوا في القناة